بسم الله الرحمن الرحيم هنبقدم لحضراتكم دلوقتي المحاضرة الحداشر من مقرر الكيميا العامة لطلبة الفرق الاولى كلية زراجة متعين شمس معاكم دكتور محمد ابو الفتوح احنا في المحاضرة ديت هنتكلم عن لويس استركتر او تركيب لويس والموليكيولر جيومتري او الشكل الجزيئي او الشكل الهندسي للجزيئات وهنتكلم عن ازاي نحسب الشحنات اللي بتتواجد على الزرات اللي دخل في تركيب هذه الجزيئات مبدئيا هو العالم لويس اخترع طريقة لكتابة الجزيئات بشكل مبسط بحيث يتم فيها توزيع الزرات والعناصر والروابط والالكترونات التكافؤ حوالين هذه الزرات بحيث ان يبقى كل مركب معروف زي الالكترونات او الزرات ديت بتترابط مع بعضها او بتكون روابط مع بعضها عشان تكون الجزيئ مع الالتزام طبعا بقاعدة التركيب الثماني اللي هو كان ذكرها قبل كده انه المفترض ان الكترونات المدار الخارجي او ان المدار الخارجي بيسعى للاكتمال وبالتالي يا اما بيكتسب الكترونات يا اما بيفقد الكترونات لكن في حالتنا هنا احنا بنتكلم عن الربط الاشتراكية يعني بيشارك كل زرة بتشارك بالالكترونات بحيث في النهاية تصل الى التركيب الثماني لاقرب غيث خامل لها طيب اول خطوة في تركيب لويس بيتم ان احنا بنحدد الزرة المركزية او الزرة الوسطية عادة الزرة المركزية او الزرة الوسطية ديت هي اللي بتكون الاقل في الكهروسالبية وده طبعا احنا درسنا في الخواص الدورية للعناصر ان احنا كلما نتجه يمينا في الجدول الدوري كلما بتزداد الكهروسالبية وكلما منتجه من اسفل لأعلى في الجدول الدوري داخل نفس المجموعة كلما كانت بتزداد الكهروسالبية وبالتالي على سبيل المثال لو انا عندي مركب زي ساني اكسيد الكربون فالزرة المركزية اكيد هتكون فيه هي الكربون ولو عندي حاجة زي حمض الكابريتيك الزرة المركزية هتكون فيها السلفر ده لان ببساطة شديدة السلفر الكهروسالبية بتاعتها اقل من الاكسوجين وأكيد ما ينفعش الهيدروجين يبقى زرة مركزية لأنه ببساطة شديدة تكافؤ بتاعه أحادي فقط فما ينفعش يرتبط بأكتر من زرة فلازم نحط في اعتبارنا دايما أن الهيدروجين والهالوجينات غالبا ما بتتواجد في صورة زرة طرفية طيب الخطوة الثانية بنعملها إيه؟ الخطوة الثانية نحسب عدد إلكترونات التكافؤ الإلكترونات التكافؤ اللي هي إلكترونات المضارات الخارجية لجميع الزرات جوه المركب وإذا كان عندي أيون لو الأيون ده سالب بنضيف إلكترون لو الأيون ده موجب بننزع إلكترون على حسب عدد الشحنات طبعا يعني في حالة أيون الكولوريد أنا مثلا عندي المفترض الكولور المضار الخارجي بيحتوي على سبع إلكترونات فلما يبقى عليه سالب يبقى أنا كده لما نعد إلكترونات التكافؤ هنعتبرها تمن إلكترونات في حالة الكالسيوم على سبيل المثال برضو لو إحنا في حالة المفترض أن المضار الخارجي بيحتوي على إلكترونين فقط في حالة ان وجود فيه ايونين او ايون مجب يعني فيه شحنتين فبننزع الكترونين المدار الخارجي تمام وهكذا طيب يبقى اذا الخطوة الاولى بعد ما بحدد الزر المركزية زي ما اتفقنا هي الاقل في الكهروسالبية الخطوة التانية ببتدي اعد عدد الكترونات التكافؤ لجميع الزرات واذا كان الجزيء او المركب اللي قدامي ده عبارة عن ايونات فيه ايونات فكل ايون سالب كل شحنة سالبة بتزود الكترون كل شحنة مجبع بتنزع الكترون طيب الخطوة التانية بنبتدي نحسب الالكترونات اللازمة للتوصيل التركيب الثماني لجميع الزرات يعني على سبيل المثال المفترض ان الاكسوجين الالكترونات المدار الخارجي بيحتوي على 6 الالكترونات وبالتالي هو محتاج الالكترونين يبقى عدد الالكترونات اللازمة للوصول للتركيب الثماني إحنا عندنا قلنا كام؟ إحنا عندنا 8 ناقص إيه؟ 6 يبقى اللي متبقي 2 يبقى هم يحتاج إلكترونين عشان يبتدي يوصل للتركيب الثماني ده معنى إنه محتاج يكون ربطتين عشان يوصل للتركيب الثماني طيب الخطوة اللي بعد كده نبتدي نحسب بقى عدد الروابط من خلال الفرق ما بين إلكترونات اللي بتوصلوا للتركيب الثماني ناقص إلكترونات التكافؤ الفرق ما بين الاتنين زي ما اتفقنا هو اللي بيحدد عدد الروابط زي ما قلنا طيب بعد كده بيتم الحساب المتبقي من إلكترونات التكافؤ الحرة اللي هي ما دخلتش في الايه في الربطة بقى بمعنى ايه؟ انه الأكسوجين المفترض انه بيحتوي على ستة إلكترونات مثلا في المدار الخارجي فالمفترض انه بيشارك بإلكترونين فقط فيتبقى كام من عدد الإلكترونات التكافؤ بتاعته؟ هيتبقى أربعة هي دي اللي بنسميها الأزواج الإلكترونية الحرة أو إلكترونات التكافؤ الحرة اللي هي ما دخلتش في تكوين الروابط تعالوا نطبق الكلام ده على أمثلة كتير ومختلفة علشان نبتدي نتعلم إزاي نرسم تركيب لوس لأن ده من الحاجات المهمة جدا اللي هتساعدنا بعد كده نفهم كتير من ميكانيكيات التفاعلات بعد كده إن شاء الله في الكيميا العضوي وهيساعدنا برضو ان احنا نحدد قطبية الجزيئات ويساعدنا إن احنا نحدد الشكل الهندسي للجزيئات المختلفة نبدأ بأول جزيء وهو جزيء الميثان مبدئيا كده الميثان CH4 طبعا زي ما احنا اتفقنا قبل كده الأقل في الكهروسالبية والأعلى في التكافؤ إحنا عندنا في الحالة دي أن الكربون أربع تكافؤات والهايدروجين دايما إحنا قلنا إن هي زي ما بتكون الزرة الترفية تعالوا نحسب العدد إلكترونات التكافؤ اللي احنا بنسميها فيلنس إلكترونز في حالة الكربون الكربون عدده الزر ستة يبقى المفروض المدار الخارجي بيحتوي على أربع إلكترونات وعندنا أربع هيدروجين في المركب يبقى كل هيدروجين في مدار الخارجي بتحتوي على إلكترون واحد فقط يبقى أربع هيدروجين يبقى بأربع إلكترونات يبقى أربع واربع ثمن إلكترونات في إلكترونات التكافؤ طيب هو الكربون أصلا بيحتاج عشان يوصل للتركيب السوماني هو مفترض المدار الخارجي يبقى فيه ثمن إلكترونات بينما الهيدروجين بيبقى 2 ف2 ف4 بـ 8 إلكترونات يبقى عدد الإلكترونات اللي بتمثل الأوكتت ستركتشر اللي بتمثل التركيب الثماني 8 للكربون وتمانية للهيدروجين يبقى 16 إلكترون طب نحسب عدد الروابط إزاي؟ نطرح بقى 16 اللي هو عدد الإلكترونات بتاعة الأوكتت ستركتشر نقص 8 إلكترونات اللي هم الحقيقية بتاعة التكافؤ 16 نقص 8 يبقى فيه 8 إلكترونات طب عدد الروابط نحسبها بإن إحنا نقسم 8 الإلكترونات على 2 لإن الرابطة بتحتوي على 2 إلكتروود يبقى أنا محتاج 4 روابط وبالتالي زارة الكربون هترتبط بـ 4 روابط كل واحدة مع الهايدروجين وبالتالي عدد الإلكترونات التكافؤ الحر نحسبها بقى أنا المفترض عدد إلكترونات التكافؤ الكلية كانت فوق إهي 8 نقص 8 اللي هما الخاصين بالروابط يبقى 8 الخاصة به الروابط ناقص التمانية الخاصة بإلكترونات التكافؤ تمانية ناقص تمانية سفر يبقى لا توجد أي أزواج إلكترونية حرة على أي زرة من زرات المثال ده أبسط مثال ممكن نتكلم عليه في التركيب طيب ناخد مثال تاني جزيء اللي هو الهايدروسيانيك أو الـ HCN مبدئيا الزرة المركزية نتوقع طبعا هتكون زرة الكربون لأن هي الأقل في الكهروس الليبية من النيتروجين وطبعا الهيدروجين دايما بتكون طرفية فلو عندي واحدة هيدروجين يبقى عندي واحد إلكترون تكافؤ وحيد وعندي بالنسبة للكربون 4 إلكترونات تكافؤ وبالنسبة للنيتروجين 5 إلكترونات تكافؤ وبالتالي مهم جدا نبقى عارف الأعداد الزرية على الأقل من 21 في الجدول الدوري عشان أقدر أحسب عدد إلكترونات التكافؤ لذرات العناصر دي تمام؟ فبنقول هنا يبقى مجموعة عدد الإلكترونات التكافؤ بيمثل كام 10 إلكترونات طيب كل واحدة من دول مفروض يبقى عندها كم إلكترون عشان توصل للتركيب السوماني بالنسبة ليه النيتروجين 8 إلكترونات بالنسبة للكربون 8 إلكترونات بينما الهيدروجين 2 إلكترون نجمع كده 8 و 8 16 و 2 يبقوا 18 إلكترون نطرح عدد الإلكترونات بتاعت الأوكتت ستركتشر اللي هي 18 ناقص عدد إلكترونات التكافؤ اللي هم 10 18 ناقص 10 هيديني كم 8 إلكترونات يبقى أنا محتاج كم ربطة 4 روابط نحط الروابط هتلاقي إن هنا إيه الـ H-C-N طبعا الـ H والـ S-C ما بتاخدش غربطة واحدة يبقى الثلاث روابط الأخرى هتروح مع ما بين الكربون والنيتروجين تمام؟ طيب نحسب عدد إلكترونات التكافؤ الحرة بقى أنا كان عندي كم إلكترون تكافؤ في البداية 10 في الأول خالص 10 ناقص 8 الخاصين بالروابط لإن 4 روابط 2 ف4 ف8 يبقى 10 ناقص 8 2 إلكترون يبقى إذن الأزواج الإلكترونية الحرة فقط هي 2 إلكترون طبعا حطها فين بقى؟ طيب تعالوا كده نبص بالنسبة للهيدروجين وصل للتركيب السوماني بتاعه آه لإن الهيدروجين فيه 2 إلكترون هل الكربون وصل للتركيب السوماني؟ فيه 4 روابط حوالين الكربون يبقى 8 مين اللي ناقص له إلكترونات عشان يوصل للتركيب السوماني؟ النيتروجين فهو حواليه هنا في 3 روابط 6 إلكترونات يبقى الإلكترونية دول بتوعه هو يبقى الـ 2 إلكترون دول خاصين بنيتروجين كزوج إلكتروني حر نشوف مثال آخر اللي هو HFCO أنا دايما بختار الأمثلة اللي ممكن يبقى حتى مش لازم تبقى معروفة بالنسبة لكم العبرة بالقاعدة عشان متعمد أن نختار مثال اللي يكون مش مركب معروف علشان العبرة بالقاعدة ونقدر نطبق القواعد دي على أي مركب أي مكان تعالوا كده أول خطوة نشوف مين أقل زرة في الكهروساليبية هل الأكسوجين ولا الكربون ولا الفلور لأن طبعا إحنا الهيدروجين عارفين إدنها طرفية وبالتالي الكربون أقل زرة فيه الكهروساليبية يبقى هي اللي هتبقى في المنتصف أو في المركز وحواليها الثلاث زرات الأخرى نحسب الفيلنس إلكترونز أو إلكترونات التكافؤ الأكسوجين فيه 6 إلكترونات الكربون 4 إلكترونات الفلور 7 إلكترونات والهايدروجين إيه إلكترون مجموعة الإلكترونات دي كلها مع بعضها تدي كام؟ 18 إلكترون طيب الإلكترونات المطلوبة للتركيب السوماني بالنسبة للأكسوجين بيحتاج 8 إلكترونات الكربون 8 إلكترونات الفولور 8 إلكترونات بينما الهايدروجين 2 إلكترون يبقى المفروض عدد الإلكترونات المفترض تبقى موجودة كام؟ عشان يوصلوا للتركيب السوماني 26 إلكترون طيب عدد إلكترونات الرابطة بقى نحسبها ازاي نطرحل 26 ناقص الإلكترونات الموجودة بالفعل اللي هي إلكترونات التكافؤ 26 ناقص 18 يديني 8 إلكترونات طيب عدد الروابط هنا نحسبها هيطلع عندي 4 روابط يبقى إيه اللي احتمالات تعالوا كده نحط الأربع روابط هيبقى رابطة مع الهايدروجين وربطة مع الفلور اللي احنا عارفين ان هم دايماً أحادي التكافؤ صح طيب هيتبقى 2 رابطتين نحطوهم مع الأكسوجين عدد إلكترونات التكافؤ الحرة أنا عندي أساساً عدد إلكترونات التكافؤ الكلية كانت كام 18 طيب كام إلكترون دخل فيه الربطة 8 إلكترونات طيب 8 إلكترونات يبقى 18 ناقص 8 يبقى لازم أوزع العشر إلكترونات ديت حوالين الزرات الأخرى هل الكربون وصلت للتركيب السوماني حواليها 8 إلكترونات لأن حواليها 4 روابط فمش محتاجة نفس الكلام بالنسبة للهايدروجين يبقى ناقص نوزع العشر إلكترونات ديت هنحط عند الهيدروجين كام أربعة لأنه بالأربعة دول وصل للتركيب الثماني طيب المتبقي من الأربعة يبقى من العشرة ستة نحط الستة حوالين الفلور يبقى احنا وصلنا للتركيب الثماني فيه هنا سبعة ستة إلكترونات حوالين الفلور كإلكترونات حرة واثنين مع الربطة يبقى وصل للتركيب الثماني والأكسوجين فيه هنا عندنا أربع إلكترونات حرة وفيه أربعة مع الربطة أو الربطتين يبقى أنا عندي 8 إلكترونات حوالي الأكسوجين يبقى إذن دي الطريقة اللي بكتب بيها تركيب لوز زي ما اتفقنا قبل كده أنه في حالة الآيونات اللي بتتكون من عدد من الضرات بنتم إضافة عدد من الإلكترونات على حسب الشحنات زي يعني على حسب مثلا في حالة الآيون بتاع الكابريتات بنضيف 2 إلكترون لأن فيه شحناتين سليبتين طب يطرى الإلكترونات دي بنضيفها فين؟ بنضيفها على الضر الأعلى في الكهرو سليبية يعني في الحالة بتاعت الكابريتات الإلكترونين الزيادة دول هنضيفهم على زرتين من زرات الأكسوجين نفس الكلام بالنسبة للكربونات الأكسوجين أعلى من الكربون في الكهرو سليبية وبالتالي هنضيف الإلكترونين على زرتين من زرات الأكسوجين نفس الكلام بالنسبة للفوسفات لأن الفوسفات الأكسوجين برضو أعلى من الفوسفور في الكهرو سليبية طيب السؤال بقى هنا أنا بحسب الفورمال تشارج أو الشحنة صاف الشحنة على كل زرة من زرات المركب أو الجزيء ده إزاي؟ بنترح الفيلانس إلكترونز أو إلكترونات التكافؤ ناقص الإلكترونات اللي بتمتلكها بالفعل الزرة في المركب طيب طبعا هو القانون هنا بيقول فيلانس إلكترونز ناقص الزواج الإلكترونية الحرة زائد على نصف إلكترونات الربطة أنا بحب أقولها بشكل تاني إنه هو الفيلانس إلكترونز إلكترونات التكافؤ ناقص الإلكترونات اللي بتمتلكها الزرة بالفعل في المركب جوه المراكب تعالوا نطبق الكلام دوت على مثال زي ايون السيانات على سبيل المثال طيب نفترض اول خطوة نعملها ايه مش احنا نحدد اولا الزرة المركزية زي ما احنا عارفين ان الزرة الاقل في الكهروسالبية هي الكربون فبالتالي هي اللي هتكون الزرة المركزية والنيتروجين والاكسوجين زرات طرفية نحسب الكترونات التكافؤ الاكسوجين 6 الكترونات الكربون 4 النيتروجين 5 وبنزود الكترون علشان احنا عندنا ايون سالب فيبقى الاجمالي عندي كم الكترون 16 الكترون عدد الالكترونات اللي المفترض كل زره يبقى معيها علشان تبقى واصلة للتركيب الثوماني طبعا المفترض النيتروجين 8 الكربون 8 الاكسوجين 8 وتلاتة في 8 يبقى 24 الكترون الكترونات الرابطة نحسبها ازاي؟ هنحسب نطرح ال24 ناقص ال 16 الكترون التكافؤ الموجودين بالفعل هيديني 8 إلكترونات نقسمهم على 2 يبقى أنا منفترض يبقى عندي 4 روابط السؤال هنا هل أحط الروابط بالشكل ده يعني 2 مع الكربون والنيتروجين وال2 مع الأكسجين في كل الأحوال أنا بوصل للتركيب الثوماني بس يا ترى هل أعملها كده بالشكل ده اللي على الشمال ولا أعملها بالشكل اللي على اليمين اللي هو بيكون فيه 3 روابط ما بين الكربون والنيتروجين وربطة واحدة ما بين الأكسجين إحنا من شوية كنا بنقول لأن تفضل أن الشحنة السالبة تكون على الضر الأكثر في الكهرو سالبية مين أكثر في الكهرو سالبية؟ المفترض مين؟ مفترض الأكسجين لأن البساطة شديدة الأكسجين تلي أو على يمين الجدول الدوري أكثر من النيتروجين وبالتالي يبقى المفترض أن الشحنة السالبة تبقى على الأكسجين طب تعالوا نحسب كده وبعد ما نوزع الروابط نوزع الإيه الإلكترونات أنا المفترض الإلكترونات الحرة أو المتبقية من الفيلانس إلكترونز 16 اللي هم إجمالي إلكترونات التكافؤ ناقص 8 اللي دخلين في الربطة 4 روابط يبقى 2 في 8 2 في 4 بتمن إلكترونات يبقى اللي فاضل المفترض كام 8 إلكترونات هوزع الإلكترونات اللي فاضلة ديت 4 على النيتروجين و4 على الأكسجين في الحالة ديت الـ formal charge اللي النيتروجين هتبقى كام تعالوا نحسب الإلكترونات اللي بيملكها النيتروجين في المركب واللي أصلا هو عنده في إلكترونات المدار الخارجي كام النيتروجين المفترض أن المدار الخارجي بتاعه بيحتوى على خمس إلكترونات في الطبيعي طيب في المركب ده عدد إلكترونات المدار الخارجي تبقى كام؟ واحد، اثنين، تلاتة، أربعة، ونصف إلكترونات الرابطة خمسة، ستة يبقى في الحالة دي 5 ناقص 6 اللي هي الفيلنس إلكترون ناقص 6 اللي بيملكها بالفعل النيتروجين في المركب يبقى المفترض الفورمالة شارج أو الشحنة اللي عن نيتروجين بكام؟ بسالب طيب في الحالة دي تلني الأكسجين عليه تركيب سوماني 8 إلكترونات ومع لهوش أي إلكترونات زيادة لأنه بيمتلك في المدار الخارجي 6 إلكترونات وهو بالفعل يمتلك هنا كام 6 إلكترونات الكربون عنده في المدار الخارجي 4 إلكترونات وهو بالفعل عنده نصف إلكترونات الروابط هنا تبقى كام 4 إلكترونات يبقى ما فيه الشحنات ولا على الأكسجين ولا على الكربون لما نيجي نبص للصورة الثانية من المركب طيب هيبقى في الحالة دية ثلاث روابط ما بين الكربون والنيتروجين في الحالة دية الفورماليت شارج للنيتروجين هتبقى كام؟ تعالوا نعد الإلكترونات اتنين ادي اتنين اهو وثلاثة اللي هما نصف إلكترونات الربط يبقى كام؟ اتنين وثلاثة خمس إلكترونات وبالفعل هنا يبقى الفورماليت شارج بالنسبة للنيتروجين بكام؟ نفس الكلام بالنسبة للكربون، الفورمال تشارج بالنسبة للكربون بزيرو لكن الأكسوجين بقى في الحالة ديت تعالوا نعد الإلكترونات اللي بيملكها في المراكب 1, 2, 3, 4, 5, 6 إلكترونات ونص إلكترونات الرابطة يبقى 7 هو المفترض في المدار الخارجي بيحتوي أصلاً على كام على 6 إلكترونات يبقى 6 نائس 7 يبقى الفورمال تشارج بتاعت الأكسوجين بكام بسلب 1 السؤال، أيهما تفضل الشحنة السلبة أنها تكون موجودة أكتر؟ يفضل إنها تكون موجودة أكتر على الظر الأكثر كهروسالبية وبما إن الأكسوجين أكثر كهروسالبية من النيتروجين يبقى يفضل إن الشحنة السليبة تبقى موجودة على الأكسوجين يعني التركيب ده مش غلط؟ أه مش غلط بس ده الأصح اللي على اليمين التركيب اللي على الشمال مش غلط بس الأصح هو اللي على اليمين زي ما هنعرف كمان شوية إن قد يكون هناك أكتر من لويس ستركتر لنفس الجزء بيني تسميها ده بيحصل حاجة اسمها الريزونانس وهنتكلم عليه كمان شوية طيب ناخد مثال آخر مثال تاني اللي هو السي سي إن أو الثايو سيانوجين أو اللي هو الثايو سيانات ثايو سيانات برضو نفس الطريقة تقريباً اللي تكلمنا عنها هنا السؤال هنا هنبص هنا زرة الكربون هنا هي المركزية لأنها الأقل في الكهروسالبية والنيتروجين والكابريت زرات طرفية طيب الكابريت بيقع تحت الأكسوجين بالضبط في الجدول الدوري فبيمتلك كم؟ بيمتلك في المدار الخارجي 6 إلكترونات الكربون بيمتلك 4 إلكترونات والنيتروجين 5 إلكترونات زائد إلكترون عشان ده أيون سالب يبقى نجمع كل الإلكترونات يبقى عندي 16 إلكترون نضرب 3 في 8 على أساس أن الثلاث زرات كلهم بيصل للتركيب السوماني 8 إلكترونات يبقى 3 في 8 بكام بـ 24 إلكترون عدد إلكترونات الرابطة نحسبها إزاي؟ 24 نقص 16 يبقى أنا عندي 8 إلكترونات على 2 يبقى أنا المفترض يبقى عندي 4 روابط بقى السؤال هنا بقى هل النيتروجين دي مختلفة عن الحالة اللي فاتت هل النيتروجين هنا أقل في الكهروسالبية من الكابريت؟ آه لأن النيتروجين بيسبق في الدورة الثانية لكن الكابريت في الدورة الثالثة يبقى النيتروجين الكهروسالبية بتاعته أعلى يبقى الشحنة السلبة هنا هتفضل لأنها تكون موجودة أكتر على النيتروجين طيب يبقى إحنا عملنا 4 روابط بالشكل ده اتنين مع النيتروجين واتنين مع الكابريت نوزع الروابط المتبقية 16 نائز 8 بكام ب8 الكابريت طيب نوزعهم 4 و4 يعني 2 و4 فوق عند النيتروجين و4 عند الكابريت الكابريت الشحنة بتاعته هتبقى عاملة ايه تعالوا نبص عدد الالكترونات المحيطة بالكابريت ادي 1 2 3 4 ونص الكابريت الربطة 6 يبقى المفترض الكابريت بيمتلك 6 يبقى الفورمالة شارجي للكابريت بكام ب0 الكربون نفس الكلام الفورمالة شارجي ب0 لانه عنده 4 الكترونات وهو بيمتلك في المركب بالفعل 4 الكترونات النيتروجين تعالوا نحسب ادي 2 4 من الالكترونات الحرة و2 من الالكترونات الرابطة وهو المفترض بيمتلك 5 الكترونات في المدار الخارجي يبقى 5 نائز 6 يبقى الفورمالة شارجي على النيتروجين بكام بسالب يبقى ايزا ده مثال اخر وعليها شحنة سالبة خلوا بالكم انه ممكن يتواجد في المركب الواحد اكتر من ذرة مركزية زي ما اتفقنا الظرة الاقل في الكهروسالبية هي الاكتر مركزية اكتر ذرة مركزية مين اللي هي الكربون يليها مين النيتروجين لان الاكسجين اعلى من النيتروجين في الكهروسالبية يبقى ايزا الكربون والنيتروجين ودايما احنا متفقين ان الهايدروجين ايه طرفي يبقى هنا وهنا وهنا بكل حط بس احتمال ان الهايدروجين يتواجد على الأكسوجين زي الحالة اللي فوق الحالة اللي فوق أو يتواجد النيتروجين مع الهيدروجين زي الحالة اللي تحت الأول نمشي خطوة وخطوة ونحسب المفترض هعمل الكلام ده ازاي أول حاجة هنعمل نحسب إلكترونات التكافؤ عندي الكربون 4 إلكترونات الهيدروجين 4 إلكترونات 4 في 1 ب 4 و 5 للنيتروجين و 6 للأكسوجين وما ننساش الإلكترون الزيادة عشان فيه أيون سالب يبقى إجمالي عدد الإلكترونات التكافؤ 20 إلكترون طيبا عشان أوصل للتركيب السوماني عندي 3 بيوصلوا ب 8 إلكترونات اللي هم النيتروجين والأكسوجين والكربون 3 في 8 ب 24 و 4 بيوصلوا ب 2 اللي هم الهيدروجين يبقى 2 في 4 بكام ب 8 زائد 24 يبقى أنا عندي كام 32 إلكترون نطرح 32 ناقص 20 إلكترون بتوع الإلكترونات التكافؤ يبقى إجمالي الإلكترونات الربطة 12 على 2 يبقى أنا عندي كام 6 رابط طيب أنا عشان أوزع الستة روابط ممكن أعملها بالشكل ده زي ما اتفقنا أني أخلي طبعا إحنا عارفين أن جزيء الميثايل ده جزيء مشهور في الكيميا العضوي فالكربون عادة هيبقى فيه ثلاث روابط مع الهيدروجين وربطة مع النيتروجين وربطة ما بين النيتروجين والأكسوجين وربطة ما بين الأكسوجين والهيدروجين كده ستة روابط في احتمال أن النيتروجين هو اللي يبقى مع الربطة ما بينه وما بين الهيدروجين مش العكس طيب السؤال نحسب الأول عدد الإلكترونات المتبقية من إلكترونات التكافؤ عدد إلكترونات التكافؤ الكلية كانوا فوق كام 20 إلكترونات الربطة كانوا كام 12 إلكترون يبقى الفرق ما بين الاتين 8 إلكترونات هنوزعهم في الحالتين إزاي؟ الاحتمال الأولاني أن أوزع الإلكترونات بالشكل ده 4 على النيتروجين و4 على الأكسوجين وفي الحالة ديت النيتروجين بيمتلك هنا شحنة سالبة A لأنه هنا عنده 6 إلكترونات نص إلكترونات الروابط زائد 4 عنده 6 والمفترض المدار الخارجي بتاعه بيحتوي على 5 إلكترونات يعني 5 ناقص 6 بسالب 1 بينما في الأكسوجين نفس الكلام هنلاقي هنا إيه عندي 6 إلكترونات بس المدار الخارجي 6 يبقى الفورمالتشارجي هنا بكام بزيرو لكن في حالة إن الهايدروجين هيرتبط بالنيتروجين مش العكس مش هيرتبط بالأكسوجين هيبقى العكس بقى هيبقى الحالة دية الأكسوجين هو اللي بيحتوي على إيه 6 إلكترونات حرة وإلكترون من إلكترونات الرابطة يبقى 7 يبقى الفورمالتشارجي بتاعة الأكسوجين في الحالة دي بكام بسالب 1 لكن في حالة النيتروجين هيبقى 2 حر و3 في الرابطة يبقى أنا عندي هنا الفورمالتشارجي للنيتروجين بزيرو طب أيهما يفضل ومين الأكثر استقراراً زي ما اتفقنا قبل كده إن الشحنة بتفضل تتواجد على الزرة الأكثر في الكهروسالبية اللي هي في حالتنا مين؟ الأكسوجين يبقى إذن الستروكتشر ده أو الشكل ده هو الأكثر ثباتاً والأكثر غالبية لمركبات لويس استروكتشر لأن الاتنين زي ما اتفقنا قد بيتحولوا البعض عن طريق حاجة اسمها الريزونانس وده هنتكلم عليه بعدين مثال آخر هنا المركب مش مشحون اللي هو نيترز أكسايد N2O برضو هنحسب الأول خطوة نحدد الزرة المركزية أنا عندي اتنين نيتروجين ووحدة أكسوجين طبعاً النيتروجين أقل في الكهروسالبية من الأكسوجين هنعمل إيه؟ هنحط النيتروجين في النص وأكسوجين على الطرف ونيتروجين على الطرف نحسب إلكترونات التكافؤ اتنين نيتروجين بعشر إلكترونات واحدة أكسوجين بستة إلكترونات يبقى 16 إلكترون طيب المفروض يبقى عندي كام إلكترون عشان يبقى عندي تركيب ثماني ثلاثة في تمانية باربعة وعشرين إلكترون في الحالة دي تاربعة وعشرين نقص ستاشر اللي هما إلكترونات التكافؤ فدعوا يبقى الفرق كم 8 إلكترونات؟ لما بقسمهم على 2 يبقى المفروض عندي 4 روابط طيب 4 روابط المفروض يئمة أوزعهم بالشكل ده يئمة أوزعهم بالشكل ده نفس النقطة أنا عندي احتمال ان يكون ربطتين حوالين كل نيتروجين واحتمال يكون ربطتين حوالين 3 روابط ما بين النيتروجين وبعضها وربطة واحدة ما بين النيتروجين والأكسوجين هنعملها ازاي؟ برضه هنوزع الأولى الإلكترونات في كل نموذج أو في كل structure أنا عندي المتبقي من إلكترونات التكافؤ اللي ما دخلتش في الروابط 8 إلكترونات يعني 16 تكافؤ ناقصة 8 اللي دخلوا في الروابط 8 يبقى المتبقي كان 8 إلكترونات طيب نبتدي نحسب بقى المفترض أحط 8 إلكترونات إزاي؟ عشان نوصل للتركيب الثماني احتمال أن يبقى عندي هنا 4 بالنسبة للأكسوجين أدي 4 إلكترونات وخلاص هو ما يوصل كده الأكسوجين للتركيب الثماني لأنه عنده 4 في الربطة و4 حر يبقى عنده 8 إلكترونات النيتروجين اللي على الشمال ديت في الحالة ديت عنده هنا عنده هنا 4 إلكترونات و2 ما وصلش للتركيب الثماني وعليه شوحنا إيه؟ مجابة تمام؟ والاحتمال بعد كده يبقى آخر إلكترونين يتحطوا على النيتروجين المركزية بس في الحالة ديت هيبقى عندي إلكترون زيادة عليه يعني الفورمالة شارج هتبقى بالسالب لأنه عنده هنا 6 إلكترونات وفي الحالة ديت يبقى ده بالسالب السؤال هنا برضو نفس الخطوة اللي احنا قلناها يعني الاحتمال يفضل ان الصوحي شحنة السلبة تبقى موجودة على النيتروجين ولا موجودة على الاكسوجين اكيد الاكسوجين اعلى في الكهرو سالبية يبقى نبص على الستروجتور التاني في حالة ديت هنلاقي ان التمل الالكترونات هيتوزعه ازاي ثلاث ازواج حرة على الاكسوجين وزوج واحد على النيتروجين وشحنة مجابعة على اللي في النص بمعنى ايه تعالوا نوزع كده هيبقى احتمال ان التلات روابط ما بين النيتروجين والنيتروجين في الحالة دي النيتروجين ده بيملك كم الكترون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى الفورماليتشارج بتاعته بكام بصفر ليه لان هو الرجي اصلا بيمتلك في المدار الخارجي خمسة الكترونات خمسة ناقص خمسة بصفر تمام طب هو وصل للتركيب السوماني ستة واثنين تمانية ما فيش مشكلة بالنسبة للنيتروجين اللي في المركز هنلاقي هنا حواليه اربع روابط يعني وصل للتركيب السوماني بس عدد الالكترونات اللي بيملكها في المركب كام نصف الالكترونات الربطة ادي واحد واثنين وثلاثة يبقى اربع الالكترونات هو المفترض بيمتلك كام في المدار الخارجي خمسة يبقى خمسة ناقص اربعة بموجب واحد يبقى في الحالة ديت هيبقى الفورماليتشارج على النيتروجين المركزية بموجب لكن في حالة الاكسجين الطرفية هيبقى عندي هنا هنبص عليها هنلاقي انه هو فيه ستة الالكترونات في الحرة اللي هي الازواج الالكترونية الحرة ونصف الالكترونات الربطة اللي هي بواحد زيادة يعني سبعة وهو المفترض بيمتلك ستة فقط في المدار الخارجي يبقى ستة ناقص سبعة الفورماليتشارج بتاعت الاكسجين هنا تبقى بكام بسالب واحد وبطبيعة الحال المفترض ان الشحنة السليبة بتفضل الزرة الاكثر كهرة سليبية يبقى في الحالة ديت المركب ده او الصورة دي من المركب هي الاكثر سباتا والاكثر استقرارا نيجي المثال اخر بس المرة دي ايون مجبأة في حالة ايون الامونيوم ايون الامونيوم المفترض ان احنا اتفقنا ان النيتروجين هتكون في المركز وعادة الهيدروجين هو اللي عطرف في الحالة ديت هيبقى عندي خمسة الكترونات من النيتروجين واربع الكترونات باربعهيدروجين بس انا عندي شحنة مجبأة بطرح الكترون من الالكترونات الخارجية أو من إلكترونات التكافؤ يبقى الكلام ده عندي عدد إجمالي الإلكترونات كام؟ 8 إلكترونات طيب المفترض أنا عندي النيتروجين المفترض بيوصل للتركيب الثماني بتـ 8 إلكترونات الهايدروجين 4 في 2 لأنه بيوصل لـ 2 2 في 4 بتـ 8 يبقى 8 و 8 إجمالي الإلكترونات اللي يوصلني للتركيب الثماني 16 طب هو بيمتلك بالفعل 8 يبقى 16 نقص 8 8 إلكترونات يبقى المركب أو الزراط في حاجة إلى 4 روابط 8 على 2 4 روابط ببساطة الشديدة الروابط هتتوزع زي ما هي واضحة قدام حضراتكم كده طيب نطرح بقى الإلكترونات التكافؤ الكلية كانت كام 8 طب إلكترونات الرابطة كام 8 يبقى 8 نقص 8 بزيره يعني ما فيش أي أزواج إلكترونية حرة السؤال تعالوا نشوف الشحنة اللي موجودة على الأمونيوم هنا هتبقى عاملة إيه؟ المفترض النيتروجين بيمتلك في المدار الخارجي كام إلكترون بيحتوي على 5 إلكترونات لكن في المركب هنا 1 هدي نصف إلكترونات الربطة 1 2 3 4 يعني بيحتوي على 4 إلكترونات فقط يبقى 5 ناقص 4 بشحنة موجبة يعني هيبقى على النيتروجين موجب 1 في أحيانا زي ما كنا بنتكلم من شوية أنه قد يتواجد لنفس المركب أكثر من الحالة دي بنسميها زي اللي بنشوفها في حالة البنزين مثلا تفتكروا حلقة البنزين كان في حالة لتحرك الروابط دايما جوه البنزين أشهر مركب بيحصل فيه ريزونانس أو حالة التأرجح اللي احنا بنقول عليها زي فكرة الفورك ريزونانس فورك اللي هي شوكة الرانين اللي انتو درستوها في الفيزياء حالة التأرجح أو هي عدم ثبات الإلكترونات المركبات دي بنسميها كلها ريزونانس استروجتر كلهم ليوس استروجتر لنفس المركب هم كلهم نفس الحاجة ولكن الفرق ما بينهم ايه الفرق الوحيد هو اختلاف ترتيب الإلكترونات لكن ترتيب الزرات زي ما هي الشكل الهيكالي هو هو الزرة المركزية زي ما هي والزرات الطرفية زي ما هي ما مش أي تغير فيها ولكن الفارق الوحيد هو توزيع الإلكترونات على سبيل المثال لما نجي نبص للمركب ده هنلاقي هنا انه اللي حصل هنا فيه اختلاف في توزيع الإلكترون ففيه هنا اتنين إلكترون كونوا ربطة زوجية هنا ما بين الكربون والنيتروجين والالكترونات اللي كانت في الربطة الزوجية لما بين الكربون والأكسوجين اتجهت معه إيه الأكسوجين فبقى الشكل التاني ده طيب هل المركبين دولة نقدر نفصله مع بعض لا هو أصلا كل دي أشكال تخيلية ده تخيل لأشكال المركب أو لشكل الجزيء على حسب تركيب ليوس والاتنين valid ليوس structure يعني الاتنين ينفعوا فعلا يبقى ليوس structure لنفس المركب لأن الاتنين بيحققوا شروط التركيب الثماني بس نتوقع مين الأكسر ثباتا؟ آه الأكسر ثباتا أكيد ها اللي موجود عليه الشحنة السالبة بتتواجد فين على الظرة الأقل الأكسر كهروسالبين زي الحالة اللي قدامنا ديت تمام؟ طيب خلينا بس نقول إنه في الحالة ديت ما بنقولش إن في حالة اتزان بنسمي الاتنين دول موجودين مع بعض الاتنين موجودين بالفعل للمركب بنسميهم الهاجين أو الresonance hybrid فما نقدرش نرسم السهم اللي هو رايح جاي بتاع الاتزان اللي انتو درستوه في السنوي ده قبل كده لا بيترسم سهم double headed يعني إيه براسين بكده بالشكل ده علشان نوضح إن الاتنين دول resonance structure لبعض يعني الاتنين لويس structure لنفس المركب تمام؟ يبقى إذا ناخد بالنا كويس جدا في ال resonance structure إنه ما بيتغيرش أبدا الشكل الهيكلي للمركب ترتيب الزرات زي ما هو الحاجة الوحيدة اللي بتتغير هي توزيع الشحنات وتوزيع الإلكترونيات اللي موجودة على المركب زي ما احنا شفنا في المثال ده تعالوا نطبق الكلام ده على أيون زي أيون النطارات الـ N O 3 وعليه شحنة سالبة طبعا الزرة المركزية هتكون النيتروجين طبعا المفروض إن الإلكترونيات تتكافؤ للنيتروجين بخمسة وثلاثة في ستة اللي هما بتوع الأكسجين 18 وبنضيف إلكترون كمان الخاصة به الأيون السالب يبقى المفروض الإجمالي 24 إلكترون عشان نوصل للتركيب الثماني أنا عندي الأربع زرات بيوصلوا بـ 8 إلكترونات يبقى 4 في 8 بـ 32 إلكترون طيب عدد إلكترونات الربطة 32 ناقص 24 يبقى المفروض يبقى عشان يدخلوا في الروابط 8 إلكترونات عشان هو محتاج أربع روابط عشان يوصلوا كلهم للتركيب الثماني طيب أربع روابط نبتدي نشوف المتبقي من الـ VALENCE ELECTRONS او الإلكترونات التكافؤ 24 الكلية ناقص 8 المتبقي اللي دخلت في إلكترونات الربطة يبقى المتبقي كان 16 إلكترون يبقى أول خطوة أنا هعمل إيه هحط الأربع روابط أدي النيتروجين في المنتصف وهحط أربع روابط بحيث كل واحدة مع أكسجين واثنين مع أكسجين المتبقي 16 إلكترون هوزعهم على كل اللي موجود في المركب ده إزاي الكلام دوت هنوزعهم بالشكل ده هيبقى عندي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اللي هي إيه أدي ستة هنا هو وأدي ستة هنا هو يبقى أدي 12 12 وهنا أربعة الأكسجين يبقى كام 16 تمام هنا خلي بالك بقى من نقطة مهمة جدا أن أنت عندك هنا الأكسجين فيه شحنة سالبة الفورمالي تشارج بسالب ليه لأنه هنا حواليه سبع إلكترونات ومفترض الأكسجين يبقى حواليه ستة بس يبقى سبع نقطة ستة سالب واحد نفس الكلام هنا ها سبع نقطة ستة سالب واحد يعني نفس الكلام في الأكسجين اللي فوق مع الأكسجين اللي عليمين دي تمام فحالة النيتروجين المركزية بقى هو المفترض أنه بيمتلك خمس إلكترونات في المدار الخارجي لكن في المركب ده أو في الآيون ده بيحتوى على كام أو بيمتلك كام إلكترون نصف إلكترونات الروابط يعني أربع إلكترونات فقط بيمتلكهم يبقى خمسة ناقصة أربعة يبقى الفورمال تشارج بتاعت النيتروجين بكام بموجب واحد طيب السؤال هنا الفورمال تشارج هتبقى بموجب واحد يبقى أنا عندي واحد موجب واتنين سالب يبقى إجصاف الشحن على المركب بكام بسالب واحد يبقى أنا كده رسمت اليوس مصبوط وفي نفس الوقت حققت التركيب الثماني لكل الزرات اللي موجودة في المركب أو في الأيون اللي بيحصل إيه؟ إنه قد ينتقل قد ينتقل خلينا نباين كده إنه بيحصل قد ينتقل إلكترون من الإلكترونات الأزواج الحرة دي تنتقل عشان تكون ربطة زوجية ما بين الأكسجين والنيتروجين فهيبقى كده فيه تكافؤ زيادة على النيتروجين أو هيبقى فيه ربطة زيادة على النيتروجين فيحصل إيه؟ إن ربطة من الروابطة الزوجية دي تنتقل وتكون الإيه؟ الشحنة السابعة على الأكسجين يبقى اللي حصل هنا تغيره في توزيح الإلكترونات بدل ما كانت الرابطة الزوجية على الشمال بقت في المنتصف وبدل ما كانت الشحنة السليبة على الأكسجين اللي في المنتصف بقت على الأكسجين اللي في الشمال لكن ما تغيرش ترتيب الزرات وممكن يحصل حاجة تانية إنه الأكسجين ديت اللي على اليمين تبتدي تكون ربطة زوجية ونتيجة لكده تتحرك الإلكترونات اللي في الرابطة ديت وتروح للأكسجين اللي في المنتصف وبالتالي التلات التلات سور للنطارات موجودين وكلهم موجودين وينفعوا يقليوس استروجتر للنطارات لأن التلاتة كلهم متساوين بالضبط فبنسمي ده اللي هو Resonance Structure أو اللي هي تركيب التأرجح الخاصة بنفس الانطارات أو لنفس الأيون نشوف نفس الكلام دوت نطبقه على مثال آخر اللي هو أيون الكربونات نفس الكلام بالضبط اللي احنا قلناه قبل كده ولكن الاختلاف هو الكربون بدلا من النيتروجين نفس الحكاية هيبقى عندي في احتمال إن الشحنات تبقى موجودة على الأكسجين اللي على اليمين والشمال واحتمال إن الأكسجين يتواجد إن الاحتمال تبقى موجودة على اليمين واللي فوق أو الشمال واللي فوق يعني نفس الفكرة ولكن الملاحظ هنا أن توزيع الزرات ما اختلفش أبدا اللي اختلف فقط هو توزيع الإلكترون أدي الإلكترونات اللي اتتقلت هنا من الأكسجين للزر ربطة مع بين الكربون والأكسجين فإلكترونات الربطة الزوجية انتقلت للأكسجين تمام؟ نفس الكلام هنا بالنسبة للحالة ديت في احتمال إن ديت هي اللي تتتقل وتكون ربطة زوجية ما بين الكربون والأكسجين وإلكترونات الربطة الزوجية ترجع تكون شحنة سالبة على الأكسجين يبقى نراعي هنا في حالة الريزونانس استركتشر إنه أول خطوة نراعي إنه اللي بيتغير فقط هو توزيع الإلكترونات وتوزيع الشحنات ونبقى محددين الفورمالتشارج بتاعت كل زرة من الزرات اللي دخلة في تركيب الأيون أو الجزيء مثال آخر الأزون الأزون إحنا عارفين إنه بيتكون من 3 زرات أكسجين فالمدار الخارجي فيه بـ 6 إلكترونات 3 في 6 بـ 18 لكن هو عشان يوصل للتركيب الثماني المفروض يبقى فيه 8 إلكترونات في المدار الخارجي بـ 3 في 8 بكام؟ بـ 24 كل زرة أكسجين بـ 8 إلكترونات تمام؟ طيب فبالتالي عدد إلكترونات الرابطة هتبقى 24 ناقص 18 بـ 6 إلكترونات يعني المفروض إنه اللوزون يبقى فيه كام رابطة 3 رابط في احتمال إن الربطة إما هنا إما هنا دي بسيطة أعتقد فلما نطرح إلكترونات التكافؤ اللي هم 18 ناقص الـ 6 إلكترونات اللي دخلين في الربطة يبقى المتبقي 12 إلكترون المفترض أوزعهم على الجزيء فـ 12 هنوزعهم إزاي؟ هنوزعهم بحيث يبقى عندي التركيب الثماني لكل زرة أكسجين أولا هنا أنا عندي هنا رابطة واحدة يعني هو محتاج 6 إلكترونات يبقى واحدة اللي هو الأكسجين اللي على اليمين محتاج 6 إلكترونات يبقى 6 و 2 إلكترونات الرابطة يبقى 8 الأكسجين ده بيمتلك 3 روابط أدي رابطة ودي 2 يبقى 3 يبقى 6 إلكترونات يبقى هو محتاج 2 إلكترونة عشان يوصل للتركيب الثماني الأكسوجين اللي على اليسار بيمتلك رابطة زوجية يعني 4 و 4 إلكترونات حرة يبقى عنده 8 إلكترونات وبالفعل وصل للتركيب الثماني نحسب الفورمالة شارج لكل حالة من الحالات هنلاقي إن الأكسوجين اللي على اليمين بيحتوي على شحنة سالبة والأكسوجين اللي في النص حواليه بالزبط 5 إلكترونات لإنه 2 حر و 3 في رابطة يبقى 5 والمفترض إنه هو فيه 6 يبقى 6 ناقص 5 يبقى الفورمالة شارج للزر المركزية بموجة بواحد في احتمال إن العكس هو اللي يحصل إنه هنا الزوج الإلكتروني ينتقل اللي يكون رابطة زوجية ما بين الأكسوجين اللي على اليمين والأكسوجين اللي في المنتصف والأكسوجين اللي في المنتصف تفقد رابطة زوجية وتتحول إنها تكون شحنة سالبة على الأكسوجين اللي على الشمال واللي اتنين دول بنسميهم برضو Resonance Structure مثال آخر ثاني أكسيد الكبريت برضو زي ما اتفقنا قبل كده إن الضرة المركزية هي الأقل في الكهروسالبية اللي هي في حالتنا هنا هتكون الكبريت واللي اتنين أكسوجين على الأطراف فهيبقى عندي ثلاثة في ستة لأن الكبريت الإلكترونات الخارجية في ستة واثنين أكسوجين يبقى الثلاثة في ستة بـ 18 إلكترون علشان نوصل للتركيب السوماني المفروض يبقى عندي 8 إلكترونات يبقى ثلاثة في تمانية بـ 24 إلكترون الفرق ما بين الاثنين هيديني عدد إلكترونات الربطة 24 ناقص 18 إلكترون يبقى عندي ستة إلكترونات لما نقسمها على اثنين يبقى المفترض عندي كام رابطة ثلاثة روابط في نقطة هنا بقى عايزة نبه عليها إحنا هنحط فعلاً الثلاثة روابط يعني اثنين ما بين الكابريت والأكسوجين وواحدة ما بين الكابريت والأكسوجين المشكلة هنا إنه لما بيكون في صورتين وفي بينهم ريزوننس زي الصورة اللي قدامنا ديت بيفضل إن المركب أكثر ثباتاً في غياب الشحنات يعني كلما عدد الفورمالة شارجز تقل على المركب كلما المركب أو الجزيء يكون أكثر ثباتاً وبالتالي إحنا حطينا زي ما اتفقنا ثلاثة روابط زي ما قلنا و 18 ناقص 6 ب 12 إلكترون هنوزعهم كالتالي عندي هنا 4 على الأكسوجين و 6 على أكسوجين يبقى 4 على الأكسوجين اللي ناحية اليمين و 6 على الأكسوجين ناحية الشمال 4 و 6 أدي 10 و 2 على الكابريت نحسب الفورمالة شارج لكل حالة بالنسبة للأكسوجين اللي على اليمين فيه المفترض عليه 6 إلكترونات نصف إلكترونات الرابطة و 4 إلكترونات حرة يبقى المفروض الفورمالة شارج عليه ب 0 بالنسبة للكابريت عدد الإلكترونات الموجودة في الربطة نصف الإلكترونات يعني داخل في 3 روابط يبقى 3 و 2 الخاصين بيه الإلكترونات الحرة تمام يبقى المفترض أن الكابريت هنا علي 5 إلكترونات في الجزيء ولكن هو المفترض بيمتلك 6 إلكترونات أصلا يبقى 6 ناقص 5 يبقى الفورمال التشارجي للكابريت بكام بموجب 1 الأكسوجين اللي على اليسار هللاحظ هنا أنه بيمتلك كام إلكترون عندنا 6 إلكترونات حرة و نصف إلكترونات الربطة يعني 1 يبقى 7 والمفترض أنه أصلا بيمتلك 6 يبقى 6 ناقص 7 بسالب 1 يبقى الفورمال التشارج بتاعه بسالب 1 في احتمال أنه واحدة من الأزواج الإلكترونية الحرة دي ترجع تكون ربطة زوجية مع الكابريت ترجع تكون ربطة زوجية مع الكابريت في الحالة دي هيبقى عندي هنا إيه؟ هيبقى عندي المركب هو هو ولكن الاختلاف هنا أنه مفيش فورمال التشارج ليه؟ لأن الكابريت اكتملت عدد الإلكترونات بتاعه تبقى حوالي 6 إلكترونات المشكلة الوحيدة هنا بالنسبة للكابريت زي ما هتلاحظوا أن عدد الإلكترونات الموجودة حواليه أكتر من 8 إلكترونات 4 في الربطة أو 2 حر يبقى عنده 10 إلكترونات دي هنتكلم عنها كمان شوية أنه هناك استثناءات زي ما اتفقنا عن تركيب لويس مش كل الجرات لازم تصل إلى التركيب الثماني لكن هنا الأفضلية لإيه؟ الأفضلية للجزء اللي بيتقل فيه عدد الشحنات لأن هنا في الحالة دي كل بيكان زيرو للكابريت وللاكسوجين يبقى للاكسوجين وللكابريت بيكان بزيرو طيب نبتد نشوف أو استثناءات بقى التركيب الثماني في قاعدة التركيب الثماني بالنسبة للوس فيه عندنا 3 احتمالات أو 3 حالات أولا أنه ممكن يكون عندك أصلا عدد فردي من إلكترونات التكافؤ مش الأعداد كلها زوجية ده بيحصل في حالة اسمها الشقوق الحرة المراكبات أو الجزيئات اللي بيقى شقوق حرة دي بتبقى فعليتها الكيميائية عالية جدا لأنها بتسعى للتفاعل علشان توصل لحالة الإزدواج عشان كده هي من أخطر الجزيئات اللي ممكن تتواجد في الجسم أو في البيولوجيكال سيستم مثلا الشقوق الحرة فيه نوع تاني من الغذرات الإلكترونات بتاعتها دايما بتبقى أقل من التركيب الثماني زي إيه العناصر المجموعة 2A و 3A زي مثلا البورون والألومينام الألومينام اللي اتنين برضو ما بيوصلوش أبدا للتركيب الثماني ليه لأن هم قريدي عندهم 3 إلكترونات في المدار الخارجي هيشارك بيهم يبقى هيستقبل 3 كمان يبقى هيوصلوا ل6 إلكترونات مش هيوصلوا ل8 فيه عدد بالنسبة للدورة الثالثة الدورة الثالثة بيبتدي يظهر فيها المدار دي تمام؟ الأوربيتال دي وبالتالي بيبقى فاضي كمان المدار دي بيبقى مش كامل نتيجة لكده فالزرات اللي موجودة في الدورة الثالثة عندها القدرة أنها تكتسب عدد أكبر من الإلكترونات أكبر من التركيب الثماني أكتر من 8 زي حالة الكابريت اللي شفناها قبل كده وزي الفوسفور تعالوا نطبق في أمثلة مختلفة ونشوف أول مثال اللي هو الميثايل راديكال اللي هو CH3 بنسميه راديكال يعني شقة حر تمام؟ CH3 وعاليه نقطة النقطة دي مش شحنة سالبة دي هنا إيه؟ إلكترون أمبيرد أو غير مزدوج تعالوا دايما اتفقنا بنحط الزرة المركزية اللي هي الكربون والزرات الترفية اللي هي الهايدروجين نجمع عدد إلكترونات التكافؤ 4 للكربون و3 للهايدروجين لأن 3 هيدروجين بتلات إلكترونات يبقى الإجمالي كام 7 إلكترونات عدد فردي لما نيجي نحسب المفترض أنه يبقى عندي كام إلكترون عشان أوصل للتركيب الثماني بالنسبة للكربون 8 و2 في 3 بالنسبة للهايدروجين يبقى الإجمالي كام 14 نطرح 14 مقل 7 يبقى 7 طيب هو فيه ربطة بتتكون من إلكترون واحد؟ لا يبقى ما ينفعش يبقى ناخد العدد الأقل من السبعة اللي يديني عدد إيه من الروابط صحيح فنبقى 6 ناقص 7 أو 7 نشيل منهم إلكترون ويبقى عندي 6 إلكترونات داخلة في الربطة 6 على 2 بالتلات روابط اللي هما الـ C مع الـ 3H طيب فرق الإلكترونات دي عبارة عن إيه 7 اللي هما إلكترونات التكافؤ ناقص 6 اللي بداخلين في الروابط يبقى عندي إلكترون اللي هو unpaired أو غير مزدوج تحتوي على لها أي فورمالة شارج لا الفورمالة شارج بتاعها بزيرو ليه لأن الكربون في الحالة دي بيمتلك بالفعل نفس عدد الإلكترونات اللي بتمتلكها الزرة في المدار الخارجي واحد وثلاث إلكترونات نصف إلكترونات الروابط يبقى ثلاثة يبقى أربعة يبقى الإجمالي أربعة إلكترونات يبقى ما فيش فورمالة شارج على الكربون مثال آخر اللي هو نايتريك أوكسايد وعليه نقطة اللي هو الراديكال بتاعه وده من المركبات المهمة للجسم بيعتبر من الحاجات اللي بتعمل تمدد أو توسع للأوعية الدموية مركب مهم جدا لكن خلينا نقول هو بيترسم إزاي في تركيب لوس نفس اللي احنا قلناه قبل كده هيبقى ما عنديش زرة مركزية هم زرتين أصلا فعندي النيتروجين في خمس إلكترونات والأكسوجين ست إلكترونات يبقى 11 إلكترون عشان أوصل للتركيب السوماني 2 في 8 في 16 16 نقص 11 بخمس إلكترونات طبعا هطرح 1 يبقى عندي 4 يبقى أنا عندي كم ربطة ربطتين 11 نقص 4 إلكترونات الخاصين بالربطتين يبقى عندي 7 إلكترونات هنحط الربطتين ما بين النيتروجين والأكسوجين وهيبقى فيه عندي 4 على الأكسوجين ووصل للتركيب السوماني والنيتروجين هنا هيبقى حوالي cam 1 2 3 4 5 اللي هما الإلكتروجين اللي بيمتلكها بالفعل لكن هنا هل النيتروجين وصل للتركيب الثماني؟ تعالوا نشوف ادي ثلاثة اللي هما ثلاثة إلكترونات حرة ثلاثة حرة واربعة في إلكترونات الربطة سبعة يعني ما وصلش بالفعل للتركيب الثماني لكن في النهاية ما علهوش برضو أي فورمال تشارج لأنه بيمتلك بالفعل في مداره الخارجي على خمس إلكترونات والأكسجين بيحتوي في مداره الخارجي على ست إلكترونات فيبقى الفورمال تشارج للأكسجين بزيره والفورمال التشارج للنيتروجين برضو بزيرو نيجي للنوع التاني من الاستثناءات اللي بالنسبة لتركيب لويس اللي احنا اللي قولنا عليها اللي هي بيبقى فيه او فيه نقص عدد الالكترونات عن التركيب الثوماني زي ما اتفقنا قبل كده ده بيبقى موجود في البريليم او البورون اللي هي التو اي والتري اي نيجي بالنسبة ليه البورون على سبيل المثال لما نيجي نبص للبورون المفترض المدار الخارجي بيحتوي على 3 الكترونات عندنا 3 فلور 3 في 7 لان الفلور من الهالوجينات يعني يوجود في المجموعة 7A يعني المدار الخارجي فيه 7 الكترونات 3 في 7 ب21 و3 يبقى 24 انا المفترض عشان يوصل عندي لاربع زرات للتركيب الثوماني في الوضع الطبيعي 4 في 8 ب32 32 مقص 24 يبقى المفروض عندي كم الكترون 8 الكترونات خلي بالك ان الكلام ده مش هيحصل يعني معنى كده ان يبقى عدد الروابط كم 4 روابط ليه لان 8 على 2 ب4 روابط طيب عدد المتبقي من الكترونات التكافؤ المتبقي من الكترونات التكافؤ هيبقى عندي 24 ناقل هما الكلية ناقص 8 الكترونات ربط هيبقى عندي كم 16 الكترون طيب تعالوا نحط الاربع روابط بالنسبة للمركب اللي هو البورون ترايفولورايد او البي اف 3 هنحط ايه اكيد اتنين مع الفلور واتنين مع واحدة من الفلور وكل واحدة فلور تاني هتاخد ربطة واحدة فه بس تعالوا نحسب كده الفورمال تشارج بالنسبة للفلور اللي فوق وعلى الشمال ما فهمش مشكلة لانه بيحتوى على نفس عدد الكترونات المدار الخارجي وهم موجودين في الزرة لوحدهم بينما بالنسبة للبورون بقى تعالوا كده للبورون هو المفترض المدار الخارجي بتاعه بيمتلك كم الكترون 3 هو هنا ادي عدد نصف الكترونات الروابط يبقى عنده كم 4 الفلور بقى في حالة وجود 4 روابط هيبقى عنده كم الكترون ادي اربعة لانه يعني زوجين حرين واتنين من الربطة يبقوا 6 المفروض الفلور بيحتوى على 7 الكترونات يبقى في الحالة دي 7 مقص 6 يبقى الفورمال تشارج للفلور بموجب واحد طب هل ده يصلح انه يبقى لتركيب لوز من شوية قلنا انه ما ينفعش انه يبقى الشحنة السليبة تتواجد على الظرة الاقل في الكهروساليبية ويبقى ازا ان التركيب ده او الشكل ده مرفوض تماما بالنسبة للبورون ترايفولوريد ليه؟ لانه خل الشحنة السليبة موجودة على البورون مش على الفلور ويبقى بالتالي ما ينفعش مرفوض يبقى في الحالة دي هنشيل ربطة من الروابط اللي موجودين على الفلور هنشيلها ويبقى في الحالة دي عندي بورون ترايفولوريد وكلهم زي ما انتو شايفين كده ما وصلش للتركيب الثماني البورون حواليه 6 الكترونات فقط لكن بالنسبة للفلور التلاتة وصلوا لي التركيب الثوماني يبقى ده مثال من الأمثلة اللي بتدل على أنه هناك بعض الزرات لا تصل إلى التركيب الثوماني أصلا في بعض الحالات العكس بقى أنه الزرة يبقى فيها عدد من الإلكترونات بتزيد عن التركيب الثوماني زي ما ذكرنا قبل كده ديت عادة بتتواجد العناصر بتاعت الدورة الثالثة لأن فيها المدار D مدار D بيبقى فاضي فارغ وبالتالي قادر الزرة قادرة على أنها تاخد عدد أكبر من الإلكترونات تعالوا نحسب بالنسبة للفوسفور الفوسفور المفترض أنه بيحتوي على 15 إلكترون المدار الخارجي بيقى فيه 5 إلكترونات وعندي الكولور 5 5 في 7 بـ 35 يبقى الإجمالي المفترض 40 إلكترون علشان أوصل للتركيب الثوماني بشكل طبيعي أنا عندي 6 زرات 6 في 8 عشان يوصلوا للتركيب الثوماني يبقى 48 إلكترون نطرح 48 نقص 40 المفترض يبقى عندي 8 إلكترونات يبقى 8 على 2 ديني 4 روابط طب إزاي وأنا عندي 5 كولور يعني كده معناها أن فيه واحدة من زرات الكولور مش هترتبط بالفوسفور يبقى إذن مستحيل الأربع روابط ده يبقى مقبول يبقى المفترض يبقى عندي كم رابطة؟ 5 روابط ليه؟ لأن عندي 5 كولور وإلا فيه واحدة فيه مش هتبقى موجودة في المركب طيب يبقى 5 روابط في العادي يبقى 5 روابط يبقى 10 إلكترونات 40 نقص 10 يبقى عندي 30 إلكترون حر تعالوا كده نحط الفوسفور في المركز والكولور على الطرف وبعد كده نوزع عندي 5 كولور كل واحدة منهم بتحتوي على عدد 6 إلكترونات حرة يبقى 6 في 35 إلكترون اللي هم الإلكترونات الحرة بالفعل يبقى ده أحد الاستثناءات اللي بيحصل فيها expansion للفيلنس شيل أو تمدد أو زيادة فيه إلكترونات عدد إلكترونات التكافر عن التركيب السمين ننتقل بقى للموضوع التاني في المحاضرة وهو الشكل الجزيئات الاشتراكية اللي بيتفسر عن طريق نظرية اسمها الفيلنس شيل إلكترون بير ريبالجون تيوري إيه النظرية ديت؟ الفكرة كلها بتعتمد على إنه إلكترونات اللي موجودة في الروابط الكيميائية أو الأزواج الإلكترونية الحرة اللي بتحيط بكل زرة بيحصل ما بينهم تنافر لأن زي ما إحنا عارفين الإلكترونات بتتحرك حركة موجية وشحنتها سالبة فهيحصل إيه؟ هيحصل إن الإلكترونات ديت عايزة عشان المركب يبقى مستقر لازم الإلكترونات دي تبعد عن بعضها بأكبر مسافة ممكنة عشان تقدر تحافظ على استقرار المركب ويقلل التنافر اللي بيحصل ما بين هذه الإلكترونات فبالتالي ده بيؤثر في النهاية على الشكل الهندسي أو شكل الجزيئات الاشتراكية طيب بنحسب أو بنقدر نحدد الشكل الهندسي من خلال إيه؟ في شوية قواعد كده هنتعلمها ليه علاقة بالنظرية ديت أول حاجة هنتعلمها اللي هي العدد الفراغي اللي هو اسمه استيريك نومبر الاستيريك نومبر ده بيتحسب للزرة المركزية مش لأي زرة للزرات المركزية فقط طيب الاستيريك نومبر ده بنحسبه إزاي؟ عبارة عن عدد الإلكترونات أو قصد عدد الزرات المرتبطة بالزرة المركزية اللي هي عدد الزرات الترفية زائد عدد الأزواج الإلكترونية الحرة عدد الزرات الترفية زائد عدد الأزواج الإلكترونية الحرة ده بيمثل العدد الفراغي أو الاسم أو الاستيريك نومبر أيا كانت المجموعة الزرة ديت مرتبطة بالزرة المركزية بربطة فردية زوجية ثلاثية في النهاية بتتحسب على أنها مجموعة واحدة لأنها بتشغل نفس الحيز من الفراغ تعالوا كده نطبق في أمثلة أول حاجة لازم نتعلم لغة البالنس شيل إلكترون بير بانشان ثيوري بنعبر عن الزرة المركزية بA بنعبر عن الزرات الترفية بالX بنعبر عن الأزواج الإلكترونية الحرة بالE تعالوا نبص على المثال الأولاني أو النوع الأول أنا هنا عندي AX2 AX2 وهنا فيه زوج إلكتروني حر بيمثل بأوربيتال فيه زوج إلكتروني حر AX2E طيب الاستيريك نمبر أو العدد الفراغي بتاعه يبقى كام؟ فيه ثلاث مجموعات إلكترونية حوالين الزر المركزية يبقى الSN بثلاثة نفس الكلام كما لو كان عندي هنا الA مرتبطة بضاب البوند أو رابطة زوجية مع الX لأن هي مشية في نفس الاتجاه نفس الاتجاه رابطة الفردية فبرضو هيبقى العدد الفراغي برضو للمركب في حالة ديت هيبقى SN بثلاثة عفوا في حالة إذا كان عندك زوجين إلكترونيين حرين بالحالة ديت عاملين تمام واتنين X بالشكل دايب عندك أربع مجموعات إلكترونية حوالين الزر المركزية وبينعبر عنهم AX2E2 يبقى العدد الفراغي للحالة ديت بكام باربعة طيب على سبيل المثال تعالوا كده نشوف نقدر نتوقع المركب ده العدد الفراغي بتاعه كام للكروم طبعا للزر المركزية اللي هي الكروم نقدر نتوقع حد بيقول أنا سامع بيقول أربعة برافو عليك ليه لأن أربعة عندك هنا أربع مجموعات بتحيط بالكروم تمام؟ يبقى أنت هنا عندك أربع مجموعات بتحيط بالكروم يبقى العدد الفراغي هنا كام أربعة طيب بالنسبة ليه بعض المركبات ممكن يبقى فيها أكتر من زرة مركزية على سبيل المثال أنا هنا عندي الكربون وعندي الأكسوجين اللي اتنين زرتين مركزيتين طبعا الأكثر مركزية هي الكربون بس لما نيجي نحسب العدد الفراغي هنحسبه للكربون لوحده هنحسبه للأكسوجين لإيكام لوحده بالنسبة للكربون العدد الفراغي بتاعه كام؟ أربعة وبالنسبة للأكسوجين إوعى تتغرب الروابط بص على الأزواج الإلكترونية الحرة المحيطة بالأكسوجين فأنت عندك رابتتين آه بس عندك زوجين إلكترونيين حرين يبقى ما تقدرش تستبعدهم عشان كده مهم جدا أنك قبل ما تعرف العدد الفراغي أو الشكل الهندسي للمركب لازم ترسب لإيه أو تركيب لويس للمركب الأول ففي الأول هنحسبها بالنسبة للكربون هيبقى أربعة وبالنسبة للأكسوجين برده بكام؟ بربعة برافو ليه لأن الاتنين حواليهم أربع مجموعات إلكترونية الجدول اللي قدامنا دوت بيوضح الحالات المختلفة والأعداد الفراغية المختلفة للمركبات بس أنا في الأول عايزة حضراتكم تهتموا بالعمود اللي على الشمال بس اللي هو في زيرو ده اللي ما فيهوش أزواج إلكترونية حرة أول حاجة إحنا اتفقنا أصلاً إن النظرية دي قائمة على إيه؟ إن المفروض إن الروابط أو الأزواج الإلكترونية الحرة بيحصل تباعد ما بينهم لأقصى درجة عشان يقلل حدوث التنافر ما بينها طيب إذا كان إنت عندك الزرعة المركزية محاطة مجموعتين فقط إكس اللي هي إيه؟ وحواليها 2 إكس فقط تعالوا نشيل كده عشان أوضح لحضراتكم تمام؟ عندي إيه؟ محاطة بـ 2 إكس طبعاً الاتنين موجودين في نفس المستوى فلما تيجي تقسم 360 على الاتنين يديني 180 درجة 180 درجة وبالتالي يبقى في الحالة ديت هيبقى شكل الجزئ في النهاية إيه؟ لينير خطي خط مستقيم لأن الزرعة المركزية في المنتصف والمجموعتين على اليمين والشمال طيب في حالة ننتقل لتحتيها مباشرة نقولنا خلينا في العمود اللي على الشمال فقط دلوقتي هيبقى العدد الفراغي هنا كام؟ أنا عندي إيه إكس ثري يعني الزرعة المركزية محاطة بثلاثة لما نيجي نقسم على نفس المستوى 360 على الثلاثة هيبقى الفرق ما بينهم هيبقى على الثلاثة بكام ب120 ده أقصى زاوية ممكن يبعدوها عن بعض علشان يوصلوا لأقصى تباعد ممكن علشان يقلل التنافر وبالتالي الشكل ده في الآخر اسمه يعني موجودين في نفس المستوى وموجودين زي علبة مرسيبس كده يعني مضلع ثلاثي تمام؟ مسلس يعني يبقى طيب لو كانوا أربع مجموعات أربع مجموعات هنا في احتمال إنك إنته يبقى في نفس المستوى إنه يبقى المجموعة الزرة المركزية موجودة في المنتصف والأربع مجموعات موجودين في نفس المستوى بس هل الجزائيات أصلا صنائية الأبعاد ولا ثلاثية الأبعاد؟ ثلاثية الأبعاد مدام فيه فرصة للتباعد أكتر إيه اللي يخليهم يتواجدوا في أربع مجموعات في نفس المستوى لو الأربع مجموعات في نفس المستوى هتقسم 360 على الأربعة هيبقى بس الزاوية ما بينهم 90 درجة فده هيزود التنافر ده هيخلي إن في مجموعة من المجموعات الأربعة تخرج بره مستوى الصفحة ومجموعة تدخل جوه مستوى الصفحة عشان يحدد أو يحقق التباعد لأقصى درجة ممكنة ويبقى الزاوية ما بين المجموعات كلها كام حوالي 109.5 ويبقى الشكل ده في النهاية اسمه تيتراهيدرال هرم رباعي الأوجه يبقى الستيريك نومبر هنا باربعة والشكل هنا اي اكس فور الزاوية فيها 109.5 ويبقى الشكل الفراغي تيتراهيدرال أو هرم رباعي الأوجه طيب في حالة إذنك إنتا يكون عندك مش أربع مجموعات خمس مجموعات هيبقى في النهاية فيه تلات مجموعات في نفس المستوى زي اللي هم مرسومين بخط عادي خط عادي تمام وفيه مجموعتين هيبعدوا واحدة هتبقى داي خلال صفحة اللي هي مرسومة بالشكل داشد منقطة كده أو مضللة والشكل الثاني بولد اللي هي طلعة بره مستوى الصفحة طيب تعالوا كده نشوف الزاوية عاملة ازاي عندنا نوعين من الزاوية فيه الزاوية اللي هي بتاعت إكس العمودي على المستوى يعني فيه تلات مجموعات في مستوى واحد في نفس البلين الفرق بينهم 120 درجة زي التريجونال بلينر اللي موجود قبل كده بس هو ايه فوجودين في مستوى واحد تلاتة اكس كلهم كان التلاتة اكس دول الزاوية بينهم كان 120 درجة وفيه اتنين اكس عموديين على التلاتة اكس فيبقى عندي نوعين من الزاوية فيه زاوية اللي بتبقى عموديا بنسميها اجزيال اجزيال محورية بقيمتها 90 درجة وفيه تلات زاوية اللي هو بنسميها اكواتوريال في نفس المستوى كل الفرق بينهم كان 120 درجة يبقى فيه 2x عموديين على كل التلاتة بمقدار 90 درجة او بزاوية 90 درجة اما التلاتة اللي تحت دولت الزاوية ما بينهم كام 120 درجة طيب في الحالة ديت الشكل ده بيطلق عليه ايه لان انت لو رسمته من فوق من تحت هتلاقي في الاخر فيه عندك هرم قعدته مثلثة هرم قعدته ايه مثلثة بس مش هرم واحد هرمين لان انت عندك طرف رأس فوق ورأس تحت يعني عندك رأسي هرم فبالتالي نيجي للشكل الاخير اللي هو 6 مجموعات حوالين الزرة المركزية ده بقى جميل قوي لانه خلاص هو ما فيش اكتر من كده ممكن يحصل فهيحصل اكتر تباعد ممكن يحصل سواء في مستوى واحد او في مستوى اخر ان كل الزاوية تكون كلها كام ايوة 90 درجة في الحالة دي بيبقى اسمه اوكتاهيدرال اوكتاهيدرال باي بيرامد يعني هرم مزدوج يعني هرمين او ليه رأسين وكل واحد فيهم رباعي الاوجه فمجموع الاوجه الرباعية يبقى اوكتاهيدرال يبقى اسمه ايه اوكتاهيدرال بمعنى ايه هتلاقي هنا ان اربع مجموعات موجودين في نفس المستوى عاملين مربع كده الفرق بينهم كام 90 درجة والمجموعتين الاخرتين عليهم كام عموديين على كل المجموعات اللي موجودة في نفس المستوى بتسعين درجة والزاوية كلها ما بين كل المجموعات كام سواء العمودي او اللي موجودين في نفس المستوى كلهم عبارة عن كام 90 درجة يبقى في الحالة دية المركب ده بيبقى يسمه ايه او شكله اوكتا هيدرول هنكمل البقيين كمان شوية في حالة وجود ازواج الالكترونية حرة لان ده هيتغير الشكل الهندسي لكن تعالوا كده نبدأ بقى في امثلة على العمود الاولين اول مثال عندنا ساني اكسيد الكربون لما نيجي نبص لساني اكسيد الكربون هنلاقي ان الزر المركزية هي الكربون الزر محاطة بالنحيطين بالاكسوجين يبقى المثال بتعمه هنا اي اكس 2 طيب بيبقى العدد الفراغي هنا بتاعه بكام اه مدام في مجموعتين وما فيش ازواج الالكترونية حرة يبقى 2 زائد 0 يبقى العدد الفراغي بكام ب2 طيب بيبقى الزاوية مقدارها كام هنا 180 درجة ويبقى شكل الجزئي على خط مستقيم لينير مثال التاني اللي هو البران او البي اتش سري البي اتش سري تعالوا هنا هنلاقي ان البورن محاط بتلات هيدروجين تلات هيدروجين ايه الشكل او التنوع اللي بينطبق عليه اي اكس سري ايه اكس سري التلاتة الفرق ما بين الزاوية الروابط اللي هي دي الزاوية دي والزاوية دي والزاوية دي كام 120 درجة طيب الشكل الفراغي او الشكل الهندس هيبقى عامل ازاي تريجونال بلينر تريجونال بلينر اللي هو شكل علامة مرسيدس اللي احنا قلنا من شوية عليه مسلس يعني تمام وكلهم الار تلات مجموعات موجودين في نفس المستوى طيب في مثال تاني الفوسجين اللي هو سي او سي ال تو طبعا ما ننساش لازم ترسم الاول لازم ترسم الاول ايه التركيب لووس للمركب انت عندك هنا تلات مجموعة برغم ان هنا فيه دابل بون فيه هنا ربطة زوجية بس انا قلتلك تجاهل ان فيه ربطة زوجية احنا اللي يهمنا عدد الزرات المحيطة بالزارة المركزية فعدد الزرات المحيطة بالزارة المركزية كام 3 يبقى العدد الفراغي للمركب ده كام 3 يبقى في الحالة دي برضو هياخد نفس الشكل بتاع البران اللي هو ثريجونال بلينر ويبقى في الحالة دي اسمه او طيب بتاعه اي اكس ثري طيب الزاوية هنا مقدارها كام هي خلي بالك ان الزاوية المفترض 120 هي ما بتبقاش كده قوي بالزبط ما بتبقاش قوي كده بالزبط لان طبعا الضابل بوند او درابطة الزوجية فيها عبد الالكترونات اكتر فهتزوق الروابط دي شوية لكن في النهاية بنقول هي حوالين المية وعشرين الراوند مية وعشرين طيب نيدو ندخل على مثال اخر اللي هو ايه الميثان الميثان زرة الكربون محاطة باربع مجموعات مقدار الزاوية ما بين الاربع مجموعات كلها مية وتسعة ونص والشكل الفراغي بتاعها بياخد التتراهيدرول زي ما اتفقنا هرم رباعي الاوجوة ادي الهرم رباعي الاوجوة تمام لو احنا حبينا نرسمه هيبقى عندنا عبارة عن هرم رباعي الاوجوة ده هو شكل التتراهيدرول في حالة الميثان والزاوية في كلها بقيمتها كان مية وتسعة ونص والعدد الفراغي لها بكام باربعة نيجي للمجموعة اخرى اللي هي خامس كولوريد الفوسفور يعني ايه في الحالة دية انا عندي بقى الشكل هنا زي ما اتفقنا ايه اكس فايف قلنا قبل كده ان فيه تلات مجموعات بيبقوا في نفس المستوى اللي هي مرسومين خط عادي تمام وفيه مجموعتين واحدة جوه واحدة برا مستوى الصفحة في الحالة دية بيبقى الشكل ده اسمه ايه اتفقنا عليه قبل كده اه قلنا اسمه تريجونال باي بيرامد تريجونال باي بيرامد يعني عبارة عن هرمين قاعدته مسلسة والاتنين والاتنين ملتصقين ببعض من القاعدة يعني عندك رأسين للهرم اسمه تريجونال باي بيرامد تمام طيب مقدار الزاوية بقى هنا قد ايه اه على حسب قياس الزاوية هنا هنلاقي ان لو المجموعتين الكولور اللي موجودين في الواضع اجزيال الواضع اجزيال ده الزاوية هنا بتاعتها بكام تسعين لكن التلاتة الكولور اللي موجودين في الواضع اكواتوريال الزاوية مقدارها مية وعشرين درجة اكواتوريال الاتنين في نفس المستوى او في المستوى الافقي اجزيل في المستوى الرئاسي نيجي المثال اخر السلفر هيكسافلورايد او الاس اف سيكس في الحالة داية انت عندك ايه ايه اكس سيكس احنا اتفقنا من شوية لما يبقى عندك ايه اس سيكس يبقى عندك اتنين بس هما اللي بيبقوا في نفس المستوى والباقي بيبقوا ايه في مستوى اخر في صورة مربع والمقدار الزاوية ما بينهم كلهم تسعين درجة والشكل النهائي اسمه اكتاهيدرال باي بيراميد تمام هرم مزدوج واللي هرم كل واحد فيهم رباعي الاوجه فمجموع الاتنين يبقى اكتاهيدرال لان اكتاه يعني سوماني الاوجه تمام اكتاهيدرال تمام نيجي بقى ليه في حالة وجود ايه الازواج الالكترونية الحرة فيه نقطة بقى عايزة نبه عليها هنا ان الازواج الالكترونية الحرة بما بتدخلش كضلع من اضلاع ايه الشكل الهندسي ده اولا الحاجة التانية وجود الزوج الالكتروني الحر الالكترونات ما بتبقاش ثابتة زي ما موجودة في الأشكال بتتحرك حركة موجية وبالتالي بتأثر على الروابط المحيطة بيها دي حرة مش موجودة في ربطة وبالتالي هتأثر على الالكترونات بتاعت الروابط فهتزقها هتتنافر معها أكتر فالزوايا دايما اللي احنا قلناها هيحصل حيود عنها شوية ليه لأنها هتقل عن القيمة الحقيقة نتيجة التنافر اللي بيحصل بسبب الازواج الالكترونية الحرة تعالوا نبص كده على الصف التاني لما بيكون زوج الالكتروني حر واحد اللي احنا بنقول عليه ax2e ax2e يعني فيه زوج الالكتروني واحد احنا كنا في الأول قلنا مدام فيه تلات مجموعات حوالين الزرة المركزية بنسميه regional planer لكن في الحالة ديت انا قلتلك تجاهل الزوج الالكتروني في الشكل الهندسي في الشكل الهندسي انت عندك مجرد زاوية كده بنسميها angular أو bent مجرد خط منكسر كده طيب الزاوية فيها اقل من 120 ليه؟ لان الالكترونيات اللي موجودة فوق الاي ديت بتزق الروابط دي للداخل وبالتالي بتقلل الزاوية شوية عن 120 فدايما مش هتقولك كام بزبط بس ممكن تقل عن 120 تمام؟ يبقى الشكل الهندسي هنا تغير شوية بدل ما كان هو regional planer العدد الفراغي تلاتة زي ما هو لان فيه تلات مجموعات الالكترونية تمام؟ عدد الالكترونيات الحرة زي عدد الزرات الترفية فتلاتة لكن الشكل الهندسي هو ليه علاقة بس بالزرات الترفية فانت عندك الاي موجودة في صورة زاوية مع الاكس فالزاوية دي مقدرها كام؟ اقل من 120 ندخل على اللي بعد كده في حالة لما يكون عندك العدد الفراغي اربعة وفيه واحد من المجموعات الالكترونية عبارة عن زوج الكتروني حر بالشكل ده هيزق الروابط برضو لتحت بس النهاية الشكل النهاية هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن يعني ايه؟ هرم سلاثي الايه الاوجه هرم سلاثي الاوجه اللي هو زي ما حضراتكم شايفين عامل زي كده اللي هو بيبقى موجود في المايكروفون من تحت اللي بيقف على ثلاث ارجل بيبقى عامل زيه كده بالزبط تمام؟ فبالتالي مقدار الزاوية برضو هتبقى اقل شوية من مية وتسعة نتيجة التنافر اللي بيحصل او ان الالكترونيات الحرة بتزق الروابط شوية الى الداخل طيب في احتمال ان مايبقاش فيه زوج واحد يبقى فيه زوجين الكترونيين بالشكل ده على اليمين انت عندك زوجين الكترونيين برضو هيزوء المجموعات فده هياخد نفس الشكل الفراغي بتاع اللي فوق بس اسمه انجولار او بنت او نفس الشكل الهندسي لكن الزاوية مختلفة تماما الزاوية فوق كانت اقل من مئة وعشرين الزاوية هنا اقل من كام من مية وتسعة لانه اصلا العدد الفراغي بتاعه كام اربعة لانه فيه اربع مجموعات فراغية انا مش هكمل في الاجزاء اللي تحت يعني يكتفى بس ان حضراتكم تعرفوا الحد هنا بالنسبة للازواج الالكترونية اللي عايز يقرف اللي تحت مفيش مشكلة بس يعني انا مش عايز اضغط عليكم اكتر من كده لان الاشكال كتيرة زي ما انتم شايفين وانا مش عايزكم تتوهوا فيها لكن على الاقل الحد العدد الفراغي اربعة نبقى عارفين الحالات في وجود في غياب الازواج الالكترونية الحرة وفي وجود زوج الالكتروني حر واحد وفي وجود زوجين الالكترونيين بالمناسبة السي سو عشان الناس اللي هتسأل عليها الشكل ده بياخد شكل المرجحة كده الارجوح عشان كده تسمه سي سو ده في حالة لما بيكون عندك خمس العدد الفراغي خمسة خمسة في الحالة ديت بيحصل ان الالكترونيات بتبقى موجودة ازاي انا مش هتكلم في النقطة ديت يعني اللي حابب يقراها او يجي لي اسأل يسألني فيها بعد كده ما فيش اي مشكلة لكن مش هتبقى انكلودت في المنهج بتاعنا تعالوا نشوف امثلة على اللي احنا قلنا ده لما بيكون عندنا سالفر دايكوسايد اللي هو اس او تو انا عندي الاستيريك نمبر او العدد الفراغي بتاعه كام ايوة بتلاتة ليه لان احنا عندنا زرتين طرفيتين اتنين واحد زوج الكتروني بقى العدد الفراغي اجمالي كام تلاتة طيب الزاوية هتبقى عاملة ازاي احنا قلنا ان هو اصلا في العادي كان مية وعشرين بس بما ان الزوج الالكتروني الحر هيزوق الروابط هنا شوية فهتبقى الزاوية دي اقل من مية وعشرين بحاجة بسيطة طيب الشكل الهندسي هيبقى عبارة عن ايه احنا قلنا ما بناخدش في الاعتبار الزوج الالكتروني فالشكل الهندسي عبارة عن خط منكسر اللي هو تمام او مجرد زاوية تمام نيجي لمثال اخر الان اتش سري الان اتش سري اللي هو الامونيا من المركبات المشهورة جدا تعالوا نبص هنا في عندنا كام زوج الالكتروني حر ادي هنا ايه زوج وعندي هنا ثلاثة هيدروجين يبقى الاستيريك نمبر بتاعه بكام او العدد الفراغي باربعه الزوج الالكتروني الحر هيزوق الروابط شوية لتحت او هيخليهم يقربوا من بعض فالزاوية هتقل شوية عن مية وتسعة ونص والشكل بداعه هيبقى عبارة عن ايه تريجونال بيراميد تريجونال بيراميد يعني مش تترا هيدرال هيبقى تريجونال بيراميد تمام في الحالة ديت هيبقى يعني الطائب بتاعه ايكس سري ايكس سري اللي هي المجموعات او الزرات والاي اللي هو الزوج الالكتروني الحر من الجزائقات المهمة جدا في الطبيعة اهم الجزائق اللي هو المية المية زي ما حضراتكم شايفين فيه عندنا اربع مجموعات الكترونية اتنين فيهم ازواج الكترونية حرة واتنين فيهم عبارة عن هيدروجين في الحالة ديت هيبقى الشكل او طائب بتاعه اي اكس تو اي تو جميل جدا الزاوية فيها اكيد هتقل عن مية وتسعة ونص تمام هتقل عن مية وتسعة ونص ولكن الشكل الهندسي عبارة عن ايه برضو زي ما قلنا بالزبط هياخد الشكل الزاوية اللي هو بنت اللي ان احنا قلنا ما بناخدش في الاعتبار الازواجي الالكترونية الحرة في وصف الشكل الهندسي طيب اخر مثالين عندنا على سبيل المثال السالفر تريكسايت سالفر تريكسايت هنا زي ما انتم شايفين السالفر تريكسايت ما علوهوش اي ازواج الكترونية حرة فبالتالي بالنسبة للكابريت هنا الشكل هي الزرة المركزية ومحاط بثلاث زرات طرفية اللي هي الاكسوجين هيبقى الشكل النهائي تريجونال بلينر في حالة الامونيوم بقى الامونيوم هنا محاط باربعة هيدروجين وحاليه شحنة مجابة فبيبقى الشكل النهائي دي عبارة عن تيترا هيدرول بكده نكون خلصنا المحاضرة الحداشر عايز حضراتكم تحلوا الاسئلة ديت اول حاجة تتراجعوا وتحلوا كتير على تركيبة ليوس علشان من خلال ليوس هتبتدي تحدد فعلا الشكل الهندسي للمركب لان ده مهم جدا علشان ما ينفعش انك تتجاهل اي زوج من الازواج الالكترونية الحرة العبرة مش بالروابط زي ما قلنا العبرة بالمجموعات المحيطة بالضرة المركزية بكده نكون خلصنا واتمنى ليكم كل التوفيق وكل النجاح بان شاء الله اشتركوا في القناة